اشتركوا في القناة ايام قبل الحرب كم ايام يعني ايام هو 22 عشر 23 شباط 2003 وصلت يعني قبل الحرب شهر اقل من شهر فهم شافوا بتلفزيونات من الصباح المعدن مشكلة غير العراق شون رح ينضرب هذا التلفزيونات خرأت وطلعوا طيارات وصواريخ وما ادري شونه فشافوا جوا سفر عراقي واحد جاي عراقي اوف هذا الضابط اللي يختم صاح ربعة اسماهم بيتر فولفغانك مدر شنو تعال تعال هذا واحد عراقي جاي صدوق شوف جوا السفر اتأكدوا من الفيزا مالتي انه اني عندي فيزا ست شهور يعني استغربة شوان حصلت الفيزا قلتوا لهم اكو شي غلط هساق قالوا لا لا اختموا اليون طانية طلعت عبرت للسياج تعدك فكرة عائلتك جاي تستقبلك نعم تعرف عائلتك جاي نستقبلك اكيد يعرفون انا جاي اليوم شفت اثنين فراس هيش رفع ايده الي تركت اربع سنوات مو عمره جيت عمره 24 سنة عرفت هو فراس كان اكبر واصل للثلاثين تقريبا كان عمره 10 11 يشي صاري 30 31 30 ابدا ابدا ما شكيت هو دغري عليه لا اكفت شي يقول لك هذا ابنك وانت مدحط تجد قوله يعني حتى اذا انت ما تشوف ابنك خمسين سنة الحاصة قادتك عليه ابدا خمسين سنة انت تباوى عليه على عيونة تعرف هذا ابنك والتم الشمل بعد والتم الشمل دكتور هذي انت حاجي بعض بعض الصفحات بكتبك اللي قريتها انه الحزب يختطف مو بس حزب البعث هو هي احزاب تختطف بسبب يعني خطأ بسبب مجموعة عسكرية بسبب يعني انت ضرغام الدباغ اللي معروف تاريخك من الـ 58 وراء 58 وخمسين بعثي الى ان اعتقلت تعتقل في سجن بعثي انت ذايد بالوحدة والحرية الاشتراكي هيمان مو وتعتقل في سجن فوقعك وحدة حرية واشتراكي صح؟ ام عربية واحدة ذات رسالة فالي والله يشوف يعني طبعا هو اكو الحزب للأسف اه اه اتعرض الى ازمات يعني مو وحدة عدة ازمات يعني من هالأزمات قسم منها كبيرة كانت يعني مثلا 18 تشرين اللي ادت الى 18 تشرين كانت أزمة فهي راح نرجع لها حلقات القائد جاية راح نرجع لها 23 اشباط أزمة وراء 23 اشباط حركة تشرين في سوريا اللي قادها رئيس الأسد هذه مشكلة يعني أزمة فعدت أزمات يعني قادت إلى هذا الوضع اللي يعرفون ناس عن حزب البعث العرب الاشتراكي وإلا حزب البعث العرب الاشتراكي يعني مثلا قدام المناظرين قدام البعثيين يعرفون الحزب فكيان نضالي مثالي جدا كان بي درجة انضباط عالية للغاية بي درجة ولا تصل إلى القدسية يعني المسؤول الحزبي كنا نقدسه يعني بالنسبة إنه من يحشي حشايا أهم من ما يحشي نبي يعني المسؤول الحزبي كان شي كبير يعني إحنا بالعسكرية بالانضباط يعني الضابط الأقدم إنك شي يقول لك تسوي تسوي لكن إحنا بالنسبة لنا المسؤول الحزبي كان يقول لنا أعملوا المستحيل نسوي 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 بس مع الفرق شوف البحث السوري أنا كاتب اختطاف حزب هذا كاتبة على سوريا طبعا الحزب اختطف اختطف بال اختطف بال اختطف 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 حركة 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 صلاح حركة صلاح جديد اللي أطاحت بعفلقه نعم هذا جاء العيد ويا الله يا ولد لا اعرف ازمة ازمة شبيرة وبعد بها مشاكل لانه انا اعرف يعني قصة ان يصير الحزب يساري ويمين هاي مو صفحة وتقلبها وتفتحها يعني تلفزيون اون اوف يعني لا هذه شغل يردلها اعرف انا بالستة وستين قائد حزبي اعرف هذا الشقة القصة مشرعة ولا ما صير بيومين لكن انا لقد تعتقد انه بيأ امل لكن هذا الامل ابد ما صار ما صار ابد والسبب انه كانت ظاهر لا بعثية كثيرة متسللة الى الحزب منها الاستزلام منها تركز علي كثيرا نعم الاستزلام ظاهرة اذة الحزب بعدين الانتفاع يعني ما معروف انه البعث يدور فلوس يدور مصالح يدور يكشخ يدور يعني يتكبر على الشعب على الناس هذه كانت بالحزب جرائم يعني تعتبر اللي يمارسها يعتبر رديء هذا خارج صدر الرسالة الاسلامية صارت ردة بس بس توفر الرسول تتريد حزب حزب علماني حزب يوم 18-20 من صارت الردة هو شنو سبب ردة مؤتمر 11-11 بمؤتمر 11-11 اللي دخلوا المسلحين الضباط اللي دخلوا حوالي 30 ضابط مسلحين وفاتوا على المؤتمر هو اختطاف هذا هذا اختطاف هذا اختطاف بـ 18-20 وحافظ الأسل اختطاف بالسبعين بس ورث 18-20 تلملمت يعني ورث 18-20 تلملمت بالعراق خالفنا المنهج التاريخي لأن بالإعلام يصير نلعب انت يعني مدير الحلقة وانت تديرها شكرا لك دكتور تحياتي هذه الحلقة الثانية انتهى زمنها وإحنا باقين وياك إن شاء الله نسمع منك الكثير أنت معلم كبير ومناظر كبير الله يراني وقام عالية جدا الشعب هو يعلم والناس خليسمعون منك حقيقة يعني تعلمون مشاهد كرام شكرا لإصغائكم نلتقيكم في حلقات أخرى مع ضيفنا الدكتور ذرغام الدباغ إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته